أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم هذا السائل يقول ما المقصود ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائسة الفقير نعم هذه الأيام فيها منافع وهذه الأمكنة فيها منافع يشهدوا منافع لهم يلتقي المسلمون فيها ويتعارفون ويتآلفون ويؤدون مناسك الحج والعمرة على نمط واحد ولباس واحد ونيات واحدة مخلصة لله عز وجل فالمنافع الحج والعمرة كثيرة من أعظمها هذه المشاعر وهذه الشعائر التي يؤدونها ويقفون فيها فعليهم أن يتذكروا هذه النعم العظيمة وأن يعظموا هذه المشاعر الزمانية والمكانية وأن لا يصدر منهم ما لا يليق فيها وأن يجنبوها الشعارات التي لا تتناسب مع الحج والعمرة وهذه الأماكن تجنبون الشعارات ويوحدون قلوبهم وأعمالهم وحتى هم متساوون في الزي واللباس وفعهد يدل على توحيد القلوب وتوحيد الأعمال لله عز وجل نعم